هنا في الوحلات التي أوجعت مدينة الصدر فأحزنت العراق لكن الرد جاء بما يشفي الغليل غليل ذوي الشهداء ولو جزءا من رد العيد إلى أهله لكنه وعد وتحقق على لسان القائد العام للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي أعلنها تزامنا مع مصفحة عوائل الشهداء هؤلاء الذين اعتصرت قلوبهم بالدمع واللوعة تحقق الوعد إذن بالقبض على سبعة أشخاص وهم أفراد الشبكة الإرهابية التي خططت ونفذت الهجوم الغادر على السوق التغيير التي انفردت بسبق صحفي في نشر عدد أفراد الشبكة كانت لها عينها التي غطت الفاجعة ثم توشحت مدينة الصدر بالموت الذي يأتي من صنيع داعش الإرهابية وهي خطوة يسير عليها المتفائلون في بلاد تعصف بها الفوضى أن سرعة القبض على القتلة الإرهابيين ما هي إلا مفتاح لباب يريد له العلاقيون أن يفتح لعنوان القضاء التام على عناصر وخلايا الإرهاب هؤلاء المجرمون تم اعتقالهم جميعا ويخضعون الآن إلى القصاص العادل لكن القبضة الحديدية التي قطعت طريق الإرهاب بنجاح وسرعة بالقبض على الإرهابيين تأتي في تفسيرات إيجابية تضع الحكومة العراقية والأجهزة الأمنية في التكتيك المستمر لتطهير العراق من براثن الإرهاب الذي يحول فرحة العراقيين وأعيادهم ومناسباتهم إلى بيوت عزاء وهي خطوة على طريق بث الاطمئنان في نفس الشعب الموجوع والمكلوم بوعد الكاظم عرض منفذي التفجير أمام القانون والشعب ليكونوا عبرة لكل معتد أثيم كثيرا